بحث سفير مصر لدى الاتحاد الأوروبي بدر عبد العاطي مع المفاوض الأوروبي للزراعة يانوش في ويتشو فيسكي بحث سبل تعزيز التعاون بين مصر والاتحاد الأوروبي في مجال الزراعة وإدارة ومعالجة الموارد المائية وأكد السفير عبد العاطي اهتمام مصر بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي في مجال التدريب وبناء القدرات عبر توفير برامج تدريب للعاملين في مجال الزراعة كما تطرق السفير المصري في بروكسل لمبادرة حياة كريمة والتي تستهدف تطوير القرى الأكثر احتياجا في مصر سواء فيما يتعلق بأساليب الري أو الزراعة وكذا في مجالات الصحة والتعليم والبنية التحتية